سيد رامي عايز سألك على فيما يخص مباراة الوديا المنتخب مصر الوطني اسمعنا أرجنتين وأرجنتين هتلغت بالجيكا ولا لأ منتخب أفريكي يعني احنا نلعب مع مين وديا في الشغول الليلة اللي جاية في شهر 11 خلاص يعني في مفاوضات مباراة الارجنتين خلاص تم إلغاء بشكل رسمي النهاردة خلاص يعني ليه تم إلغاءها في أعراق ليه في التفاوضات يعني وكان المفاوض الاتحاد الكرة يرد من بدري شوية كان المنتخب الارجنتيني أو الاتحاد الارجنتيني بعد اتحاد الكرة من بدري كان مفاوض ويرده كان مديل ومهلة فهتأخر حصل بعض الخلافات في بعض المفاوضات في التفاصيل فبالتالي هي المباراة الأقرب حتى هذه اللحظة لمباراة البلجيكا أعتقد أن المفاوضات شغلة بشكل كبير جدا دي لمباراة شهر 11 طب هتلافن أعتقد أن هي منزبة كبيرة جدا هتلافف الكويت ده المتفق عليه ولسه خلاص يعني الفترة الأخيرة هيتم حسما أمر بشكل كبير جدا وروي فوتوريا محتاج مباراة حتى هذه اللحظة بيتكلم أنه يلعب مباراة طب مباراة المباراة الأقرب حتى هذه اللحظة في مباراة ستمبر أعتقد فيه وفقا لمعلوماتي فيه أربع اتحادات وفقت بشكل رسمي بعد اتحاد الكرة أنهم موافقين بشكل رسمي منهم النيجر وليبريا والسودان فيه جلسة بكرة ما بين روي فوتوريا والجهاز المعاون أعتقد أنه ممكن مع مجلس الدارة اتحاد الكرة ويختاروا المنتخبين الأفضل بالنسبة لهم وراجل طلب المنتخبين ليه المنتخبين من أفريقيا ما يكونش من الأقوى على أساس أنت عارف الفترة اللي فاتت دي لعبة الأهل الدولية ما بتلعبش بشكل مستمر خدت راحة لعبة نزاميلك هتحصل على راحة فترة طويلة فده عملاله أقلق شوية فالف فضل أنه يلعب مع منتخبين مش مصنفين منتخبين ما يكونش لهم تصنيف في أفريقيا على أساس أن أنت برضو لو حتى لو خسرت القدر الله ما تبقى بش بخسارة كبيرة وتدي فرصة أن الراجل جايبني أن تدي فرصة للعبة هو عاوز يأخذ مجموعة من الشباب تدي فرصة للعبة الشباب أن أنت تديها فرصة خاصة لتألقة الفترة الأخيرة في جهة